أجي بقى لسوء الاستخدام اللي حضرتها اتكلمت عليه وهذه حقيقة هل حسبته سوء الاستخدام ده نسبته قد ايه؟ تقريبا نتيجة كلنا نشترك معنا قبل كده نتيجة الموضوع ممكن دلوقتي مع كل ما الدنيا بتشد سوء الاستخدام بيقل أيوة تمام حسبته قد ايه كان وقت ما كان بشيلن بخمسة سارية؟ بالتقدير الدراسات التي تمت ببلاش اسماء يعني شركات كان منحة من البنك الدولي لا تقل ما بين 10 و 15% طب يعني مش نسبة ضخمة يا سيطة المزيدة؟ لا لا ده كبير جدا ما يكلم على 100 مليار واقول 10 مليار معناه 10 مليار 15 مليار أيوة هو بيستخدمه في استخدامه في العلف مثلا؟ لا بصي حضرك بصي حضرك السوق اللي استخدامه إنه هو بياخد العيش وسواء ينشفه وفيه ناس بتروح تبيعوه في السوق بعد كده يعني سكن لمعطفك لا بس أساسا هو بياخدوه مثلاً العشر وخمستاشر دي أكيد جزء منهم كبير بيعني بيستخدمه في العلف بيستخدمه العلف صح طب ما هو بيستخدمه بدل العلف الغالي وفي النهاية هو عائد عليه أيضا بس بيبيع الفراخ غالي برضو بيبيع الفراخ غالي ما هو بيبيع الفراخ غالي هارجع لك للفراخ بس هو بيستخدمه كعلف يعني قصدي هو يعود على المواطن أيضا بس عزيزي عارفة أن الكروس سبسيدي أو يعني تعويض حاجة بحاجة كاقتصاديا خلل فإحنا عايزين الناس تستخدم العيش فيه الاستلاك الأدمي وفي نفس الوقت بس مش هنناقش الموضوع ده الحل وحضريك نقشنا هذا الموضوع من 2008 التوجه للدعم النقدي المشروع ويدرس ودرسية دولة رئيس الوزراء زبط المعدلة لسبب الناس كلها كانت بتخاف من الدعم النقدي عشان التضخم وقيمة الجنيه إنما هو قال ويتم ضبطه سنويا بمؤشرات التضخم وكذلك معدلات دياد الأسعار العالمية في السلع الرئيسية يعني لما قال الموضوع قالوا محكم يعني الهدف ليس أننا أقلل قيمة الدعم تدريجيا مع الناس ولكن الهدف إن أنا أزود كفاءته وحضريك عن فاقاته